نطلع العنوان 28 شارع وشارلت جول خمسة بالحب والنبى يا صاحب 28 شارع وشارلت جول يا دي كويت 8 مين يعني لا ما قليش جنبيل حقيقي كويت 8 مين يعني طب استان نادر الو اه دكتور بيرا انا نزلت مكان غريب كده وحواليها ناس غريب انا مش عارف انا فينا دكتور بيرا طبت ازاي عاصفون انا مش مديك بوصلة يا ابني ما هي واعت مني وانا طاير فوق المحيط الاطلنطي وانت عارفني ما عرفش عووم طب عاصفون اسأل اي حد من اللي عندك انا مش فضيلك انا بشتغل ما انا سألت راجل جنبي كده صاحب بقرة لابس عريان وبيتكلم لهجة غريبة غالبا يعني بيتكلم اجنابي بقرة طب الدهول اكلمه طب استاني اسبيك دكتور بيرا ماج كويت ناي سامجا يو سبيك انجليش قوله بقى شارلت جول قوله بقى ماج كويت ناي سامجا شارلت جول ماج كويت ناي سامجا مجا كويت سامجا يا عم هاتم تا بتقوله انت كمان قعد اكتور بيرا يا عصفور انا مش فاهم منه اي حاجة وصف لي اللي حواليك بالزبط بص انا واقف كده قدامه قصر كبير عامل زي قصر عبدية وفيه قب عاملة زي قبت المسجد كده وحواليك نينة كبيرة فيها ورد اه فيها ورد كتير يامن والرجل ده شعره نعم كده وبيحترم البقرة ها شعره نعم وبدأ كمان يا عصفور انت في الهن فين؟ في الهن يا نهر ازرق عالتسويحة دي تسويحة ديها دكتور بيرا ما هرجع عنا ازاي دلوقتي طاي لا ركز معايا بقى بص اللي قدامك ده تاج محل ايوان عند الزفت ادي تاج محل رهرك واسيبي اليمين اللي بعده وخش تاني يمين وتخليك طاير شوية حتلاقي باكستان عديها حتلاقي اوز باكستان عديها حتلاقي افغانستان عديها حتلاقي اليمن اسأل بقى هناك هما بيتكلموا عربي زينا يعني انزل اليمن واسأل ماشي حنزل اليمن واسأل يا الله دكتور بيرام بسلام مشكرين يا عم ايا بيرام مختفي ليه؟ احنا مش كنا متفقين تيجي وتوريني ناتجة التجربة بتاعتك سمحني يا دكتور انا اصلي عارف ان الايام دي انا مترائب فخايف اجيلك يكون حد ماشي وراي مترائب برضو ولا النجاح والشهر اخدتك مني ها؟ وبتطلع مصالح من ورا الرجل بتاعك فلوس بدأت تجري في ايديك انت في حد قالك حاجة؟ انا مش بحتاج حد يقول لي حاجة انا عارف دماغ كويس مش دا الهدف من العلم اه عندك حق يا دكتور انا اصلا كنت حلاص ما تقولش حاجة تجيلي بكرة في العنوان اللي هقولك علي دلوقتي وتجيلي معك الرجل اللي عن نبي عايز اشوف نتيجة اختراعك حاضر اه يا فاروب ايه؟ اه يا فاندي من عطريها وهو العقرب قدامي ومعه الشانتة حاضراتك جيينستيلي كمين العمرية؟ تمام يا فاندي انا داخل عليهم اه شكلنا كده انظام يا حبيبي هننجح في اول مهمة دينا مع بعض شكرا شكرا باندي شكرا شكرا لكم رقص مجموقة تفتح لي الشنطة الشنطة كيف دي حاجة مفيش حاجة سمعت الكلام افتح الشنطة اوكي افتح افتح اي اي الشنطة اي خدمة تانية تيسير بي تيسير انت تعرفني طبعا اعرفك زي ما انت تعرفني كويس قوي واعتقد انه هاردل اكي اتيسير بي الشوت التاني انتهى ولماتش كله انتهى الكلام ده لو كنا بنلعب كرة قدم بس احنا عقرب ممكن تعتبر ان احنا بنلعب بسكت يعني لسه في شوت تالت وراح اتقدر عقرب دي حاجة انت ناسي حاجة مهمة قوي ايه هي رخص واخد بالك عشان هتخلص كمان ثلاث شهور يا راجب اه اتفضل كان ليه سبع تجوان كلهم كانوا في صايد نايس كمان يا كابتن صريح يجي من راته عياله ويفرش جوا الجول مصطفى يونس مصطفى يونس من وهو شكل كان بيعتمتع بخفة ظله وتعليقاته اللازعة الاسعة اللي أقول لي صحيح يا وقل أشيدس أنت حضرت الكابتن مصطفى لا للأسف طبعا ما حضرتوش بس الكابتن مصطفى غني عن التعريف يعني منور يا وقل أشيدس ربنا خليك أبصري حبيبي أمر منور كل عاجة مين دا؟ دا الكابتن الكبير عرفاط 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 أنا أعرف الزعيم الراحل ياسر عرفاط لكن عمري ما سمعت اللعيب كورة بالشكل دا اسمه عرفاط عرفاط اللي ما يعرفك يجهلك كابتن مصطفى أنا كابتن عرفاط عرفاط كابتن فريق نكلة في الستينات نكلة على كده الجمهور بتاعك كله ملاليم الله عزيزي العزر عصفور إذا كابتت يا خامق ماذا جيت هنا إزاي؟ تصلبت منها على المواسير وما دخلتش من الباب على طول ليه؟ عشان مش عالدة شوف خلقة عمك العاكرة ما تبقيش غلصة بقى بيت شوف يجبتنك اي من بلاد بقى بط فستان فرحك أنا مش هلبس الفستان دا يا عصفور برضك الكرام سليفت ذا تاني يا فاتني أيوة عشان أختك فرز تاني ما قلي أربع سنين في الجامعة إلا ما حد تصف نظره وبصلي يا بيت يا بيت يا غامقة ده أنت لو 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 الرجل العنابي ذات نفسه شافك هيدوب في كده انت بتتمقلز علي يا عصفور بقى الرجل العنابي اللي زي الأمر دا هيبص لنا زي الأمر؟ السكنت مشوفتيش اللي تحت المسك إيه؟ يعني أنا هورس وإنت مش هتورس إزاي أحمارة آه صحيح بقولك يا بيت آخر امتحان عندك إمتا؟ بعد بكر خلاص تروحي بشنطة هدومك أول ما تخلص امتحان تاني الجاية عندي على طول على مصر ماشي؟ بجد يا عصفور بجد يا عصفور يا مادة كريم يا رب بس هما يعني بيت رأى علي وأنا في المنصور أما لما روحوا القهار هيعملوا فيا إيه؟ طب بس بس خامسة بالحب عشان معاك لي فهور اه دكتور بيرا اه صحور انت فين؟ انا في اسكندرية بجيب الأوردر بتاع الدور انا حتى في عرض البحر اول موجة علي ايه ما حتى اسمع صوت البحر كده؟ سمع عن صوت البحر يا دكتور؟ انت فين انت بقى؟ اه انا في محطة مصر في محطة مصر بوصل امي للاطرة عشان مسافرة النهاردة للبلد حتى الاطر شغال جنبي هو اه سمع صوت الاطر؟ المهم انت تعمل المهم عصفور انت بتعمل ايه في البحر؟ هو انا كنت بطيارك عشان تنزيلي البحر اا لا انا انا طاير فوق البحر حتى في شوية عصفير جايين في الحب عدسة ههم حتى تسمع صوت العصفير؟ سمعت صوت العصفير؟ العصفير بتعمل ايه بالليل؟ ايه اللي طلحها بالليل دي؟ أنا مش عارف ده؟ السكرانين دول بقى ولا ايه ! المهمة عصفور اعمل حسابك ان انا هاخدك الصبح ونطلع عند دكتور شيحة. ماشي? خليك جاهز. يلا سلام. يلا بينا يا ابنودي. ببنان شابير. يلا يا ابنودي انت خايف ليه? ببنان شابير. يلا يلا. السلام عليكم. هو انت? ايه? عايز ايه? اه لا انا بس اه ابنودي كان جاعين فاور تاكلوا من عندك اه. انا مش جاعين. بس اجاعين. ويتلع ايه ابنودي ده انشاء الله.